بعد الفاصل هنتكلم في موضوع مهم لأنه هيكون معانا دكتور أحمد هارون مستشار العلاج النفسي وعضو الجمعية العالمية للصحة النفسية النهاردة هيكلمنا عن موضوع التوتر النفسي كلنا متوترين لكن هل ده ممكن يأثر على مناعتنا هنعرف منه كل ده بس بعد الفاصل في ستة ستات خليكم رجعنا لحضراتكم من جديد والحقيقة يعني مسؤولي وزارة الصحة والسكان عاملين مجهود خرافي في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد وفعلا خط الدفاع الأول منظومة الصحة كاملة وجيش مصر الأبيض النهاردة هنتكلم عن خدمة الدعم النفسي والاجتماعي اللي أطلقتهم كمان الوزارة مؤخرا واللي هدفهم التوعية بأن فيروس كورونا الإصابة به أول عام مش وصم تعار وكمان شملت الخدمة أصلا من خلال صفحة الوزارة استفسارات للجمهور للتعامل مع الضغوطات المتزايدة بتدريب 150 متخصص في الصحة النفسية النهاردة معانا دكتور أحمد هارون مستشار لعلاج النفسي وعضو الجمعية المصرية أنا أسف عضو الجمعية العالمية للصحة النفسية واللي هيكلمنا النهاردة عن الموضوع ده بالإضافة لخطوات المناعة النفسية إزاي نحمي نفسنا عن طريق مناعتنا النفسية برحب بحضرتك دكتور أحمد وما عرفتوش عشان تبقوا إنتوا برضو معايا وحضرين ده دكتور أحمد هارون اللي إنتوا شايفينه على الشاشة إنت مين يا دكتور؟ إنت خصيت كده إزاي؟ أخوص صغير إنت عملت إيه؟ معلش ده بره الحالة النفسية بس يعني وإنت عملت إيه؟ قوي؟ قوي؟ إيه بقى؟ الحظر بقى؟ الحظر بيأكد إنتوا مش شايف ولا إيه؟ مش شايف ولا إيه؟ الحظر بيأكد طيب هو فكرة إن أنا قاعد في البيت كتير فممكن أأكل كتير دي ليها علاقة بالمناع النفسي وخلينا في الأول إن إحنا فعلاً زي ما حضرتك قلت نأكد شكرك لوزارة الصحة وإيه للأمان العامة للصحة النفسية الدكتور أمين عبد المقصود يعني من الأساتزة الأفاضل جداً وعملين نشاط باهر جداً كان نفس إن أنا كون معاهم في الأمانة في حاجة زي كده يعني الناس اللي موجودين أفضل مني بكتير جداً وبيقدموا مجهود ودعم وعملين خط ساخن للدعم النفسي بشكل كبير فأنا بشكرهم من موسط حضرتك وبأكد على مجهودهم اللي بيعملوه المناعة النفسية هي خط الدفاع الأول تجاه هذا الفيروس إزاي؟ الفيروس ده حتى الآن ملوش علاجة علاجه الوحيد إن يكون عندك مناعة جسدية كويسة مناعتك الجسدية الكويسة دي مرتبطة بشكل واضح وصريح بمناعتك النفسية المرتفعة إن قلت هذه المناعة النفسية أصبحت عرضة إن مناعتك الجسديات قل وهنا أصبحت عرضة للأصابة بشكل أكبر وإن تمت الأصابة فرصة الشفاء بتبقى قل طيب خطوات المناعة النفسية دي قبل ما نقول إزاي بنزودها هو إزاي المناعة النفسية بتقل الفيروس ده مش كله حاجات وحشة بالعكس ده فيه حاجات كتيرة جداً كويسة وأزمة كورونا اللي حصلت فيها حاجات كتيرة جداً كويسة وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرة يقول ابن عباس أن يجعل الله البركة في العمر والأهل والمال والولد وده اللي إحنا لقناه في كتير جداً من الأسر أدراكنا من خلال أزمة كورونا دي يا دي نهانم أن فيه حاجات كتيرة جداً إحنا كنا بس نعرفها لكن لا ندركها والفرق ما بين المعرفة والإدراك فرق الأرض من السماء أدراكنا أن دوام الحال من المحال وأن خطتك المستقبلية مش شرط تكون حاضرة دلوقتي للناس أدراكنا أن اللي إنت كنت تفكروا أنه أزمة أنك تبقى موجود في بيتك لقيت أن أولادك في بيتك محتاجينك أكتر من أي وقت تالي أدراكنا أن وجود الراجل في البيت مع زوجة وأولاد أهم بكتير من اللي بيجيبه وهو راجع للبيت للزوجة والأولاد أدراكنا أن نعمة الصحة نعمة كبيرة جداً وإنت مش واخد بالك منها أن فيه ناس راحت منهم في لحظة أدراكنا أن فيه حاجات كتير أنت ما كنتش عامل حسابها مضطر دلوقتي أنك تعمل حسابها اللي قدر أقوله لحضراتك أن بعد الأزمة دي ما تخلص العالم كله بعد أزمة كورونا هيبقى حاجة تانية خالص وما نمساش بسرعة زي قافة حارتنا النسيان النسيان للأسف زي ما حضرتك بتقولي هو ديفانس ميكانازم أو حيلة دفاعية حاجة من اللي بيعملها فينا العقل الباطن اسمها الإنكار بيحصل الإنكار إمتى لما الشخص يشد حيله ويبقى واخد باله من نفسه طب وهو دلوقتي نحافظ على منعتنا النفسية اللي أهم خطوة فيها إنك تفكر نفسك بكل لحظة أنت بتمر بيها دلوقتي وأول حاجة ننصح الناس بيها إن إدراكك يزيد إدراكك يزيد يعني إيه؟ يعني تبقى عارف إن الخطوة اللي أنت فيها دلوقتي مش دايمة وإن الوضع اللي أنت موجود فيه دلوقتي مش هو الحال اللي هتفضل مستمر عليه هيروح وهيزول المهم إن الوقت دا ينتهي والأزمة اللي مرتبطة بالوقت دي تخلص من غير خسائر أكبر يعني تحافظ على نفسك وتلزم بيتك وتحافظ على غيرك وتلزم حدودك معاه وأدراكنا من ضمن ما أدركناه في هذا الفيروس وهذه الأزمة إن المحبة مش شرطها أربع بسات وإن السلامات والقبولات مش هي الشرط خالص لمحبة ما بين الناس المحبة أني حنيك يا دور صح أني أحافظ على صحتك زي ما أحافظ على صحتك صح الأهم من دا هي متابعة الأخبار ودي أول خطوة نمجهها للناس أنت قاعد لقيت إن الوفيات كانوا عددهم كذا بعد يوم بقى عددهم كذا دي مش شغلتك دا علم العلم دا ليه كريتيريا إنه هو بيتابع الأرقام ويحللها ويحصودها طب متابعتك للأرقام إن دا زاد ودا هيؤدي لإيه؟ توتر أكتر مما تتخيل يبدأ ينعكس عليك بدنيا أرق نوم بصعوبة إحساس بالإجهاد البدني من أقل مجهود شعر يقع رايح جاي على الطلاجة عارفك إنها بقى هي اللي بتطوف حواليها طول النهار مجموعة من اللقيمات مع مجموعة من السكريات مع حالة من القلق بتزيد مع شوية قلق وتوتر بيفضله معاك طول الليل فتريح شوية وتقوم تكمل أكل وخصوصا سكريات بالليل لإن هي اللي بتقلل التوتر أو بتديك إحساس واهي بإن أنت أهدى عشان تقدر تكمل نوم كل ده لما تتابع الخطوات اللي بنقول لك عليها هتقل بالتدريج ونعرف خسينة إزاي يا الله يا رب أعرف خسينة إزاي أهم حاجة وأنا قاعد إن أنا متابعش الأخبار طول الوقت يعني بتابع برنامج زي ست الستات ده بيقدم نصايح بيتابع الناس بشكل بيجيب لهم متخصصين بيديهم بعض الإرشادات ده حاجة كويس لكن أتابع الأخبار وكان واحد مات وكان واحد اتصاب ده هيقلل جدا من منعات النفسية لأنه هيزود من التوتر بتاعي الأمر التاني والأهم أنت عندك منحة ربانية دلوقتي اسمها الوقت وده أهم شيء ممكن تحافظ عليه المنحة دي مقترنة بمنحة أكبر اسمها الصحة عندك نعمتين مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فيه كم كورسا كان نفسك تاخدوا متاحين دلوقتي أونلاين فيه كم لغة كان نفسك تتعلمها أنت لو كل يوم اتعلمت خمس كلمات وحفظتهم بعد أسبوع في خمسة هيبقى عندك كم كلمة أنت حفظتهم كان عندك كم كتاب نفسك تقرأه كان عندك كم حاجة متأخرة محتاج تعملها كان عندك كم حد أنت محتاج تتطمن عليه جوه بيتك كل ده مرتبط بنعمة الوقت اللي مقترنة بالصحة وطول ما أنت محافظ على صحتك تقدر تستغل وقتك لو راح منك تجي الصحة مش هتعرف تحس بيمة الوقت هتبقى تلعب في الوقت الضايع الأهم الخطوة الثالثة فيه كم مرة كان نفسك أنك تتطمن على حد في البيت وما كانش عندك الوقت لده كم مرة كان نفسك تروح تحضم بنتك ولقيتها نايمة عشان عندها جامعة ومدرسة الصبح بالوقت عندك الفرصة أنك تحسسها وتعرفها وتأكد في دماغها أن محبة الأب هي الحب الأول فيه كم مرة طيب كان ابنك عنده تفاصيل أنت محتاج تعرفها وكان بنتك محتاج أنها تقول لك بعضك تفاصيل أنت ما تعرفهاش بالوقت عندك الفرصة الكاملة أنك تقدر تعرف ده طب فيه كم مشكلة حصلت بينك أنت وزوجتك عشان ما فيش وقت أن أنت تعودوا فيه مع بعض وفكرة معدل الخلافات الزوجية للأسف زادت الفترة اللي فاتت ده مش الإحصائيات دي ما منجبهاش من هنا لقينها بره ليه؟ لأن تسجيل الخلافات الزوجية عند أقسام الشرطة والبوليس بتحصل بره مش هنا فلاقوا بره دي إحصائية نيويورك مثلاً اللي اتنشرت الأسبوع اللي فات أن معامل أو معدل الخلافات الزوجية زاد ثلاثة ضعف ليه؟ لأنهم قاعدين طول الوقت مع بعض بس بيعملوا إيه؟ بنية هو إمتى الموقف ده هيخلص طول ما أنا ببرمج عقلي أن أنا قاعد مع حضرتي غزب عني وإمتى الموقف ده يخلص فهمشي أنا قاعد باتلك كيكلك وطول ما أنا ببرمج دماغي أني لازم الموقف ده يخلص فأسرع وقت عشان أمشي وارتاح أنا ببرمج دماغي أني أتصاد لك الأخطاء طب لو أنا برمجت دماغي معرفيا أن أنا لأ أنا محتاجة أستغل الوقت اللي أنا قاعده في بيتي مع زوجتي مع أولادي بشكل أحسن بدل ما أقلل من مستوى العلاقة بيني وبينها أقلل من توتري بأن أنا أتكلم عن مستقبلي ومستقبلها بدل مفضل رايح جايي على التلاجة أنا بحدد كويس جدا أني في مجموعة وجبات أنا هلتزم بيها مش هزيد عنها وأنا بقدب نفسي وروض روحي وفي وقت الحظر بلمج محها وحطها في إيدي ودربها ولما تقول لي دلوقتي هاكل أو لا لا مش هاكل طيب نعمل نحاول نعمل الدكتور أحمد هاروم بيقوله أنا بشكر حضرتك جدا أنه بعتذر قوي اللي ضيق أنا اللي بعتذر على وصول متأخر معلش الدائري كان بعافية شوية دكتور أحمد هاروم بشكر حضرتك شكرا جزيلا نورتنا وأشوفت المرة الجاية بكل صحة وكل خير والمرة الجاية لما نتقابل بإذن الله تبقى فقرة رمضانية وإن شاء الله بإذن الله نقول كل النصايح بقى الخاصة بشهر رمضان الكريم